موسيقى مساء الخير هذه الأمين مطرود بقوة السلاح من جنوب لبنان موسيقى من كان فيهم ما يكفي من الدمع ليحكوا آلامهم وآمالهم ومن حرروا عقولهم وقلوبهم من كل استعباد حتى أصبحت شفافة كما الفجر يرنو إلى فضيلة النور ترى ماذا يأتي بعدهم من كانوا على عتبة كل نهار يخلعون الاستعباد المتنكر بزي آلها ويجهدون كنساكن يسكنهم الحزن فلا يبيتون ترى ماذا يأتي بعدهم من فاضت أنفسهم وسهوا عن ذاتهم فاحتلهم الحب وبالحب احتلوا قلوب الناس وقلب الأرض وشجر الأرض وورودها وتلالها والصدى الذي يقطن بأوديتها ومن ثم لكثرة حبهم بها سقوها دمهم ترى ماذا يأتي بعدهم من لم يقبلوا أن يبقى الوطن شبه وطن والمواطنين أن يكونوا دمًا ممسوخة ومن لم يقبلوا للدولة أن تبقى شبه دولة والحرية شبه ممارسة وبعدها لأجل كل ذلك استشهدوا ترى ماذا يأتي بعدهم جواب تأتي بعدهم ثورة الثورة الحية أبدا ثورة أربعطعش ذار إذن تأتي بعدهم أربعطعش ذار الثورة الثورة التي آمن ناسها أي المواطنون اللبنانيون مسيحيين ومسلمين موارنةً وسنةً وشيعةً ودروزاً وعلويين وكاثوليكاً وأرثوديكساً واه 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 آمنوا بأن لا منتصف لطريق ولا منتصف لشعور ولا منتصف لقرار ولا بقاء حيث الجمود والتردد والخوف ولا التفات إلى الوراء ولا ثأر بل بعض عدالة تطال من تركوا في الساحة حفرًا عميقًا وبعض عدالة تطال كل من اعتاد تقطيع لحم الأبرياء قطعًا صغيرةً لكي لا يختنق ساعة أكلهم أيضاً وأيضاً تأتي بعد قافلة الشهداء المباركة هذه تأتي أربعة عشر ذار الثورة الثورة التي آمن ناسها من المواطنين اللبنانيين آمنوا بخطاب العيش المشترك العيش المشترك لا بالأقلقة اللسان بل بالعيش الواحد الذي يعترف للآخرين كل الآخرين بكرامتهم ولا يهرِّج ولا يهيمن عليهم بشعارات القدافة حقيقةً أراني لا أتزيَّد في القول حين أقول بأن أربعة عشر ذار الثورة أربعة عشر ذار اللحظة التاريخية وما بعدها ورغم من همر عليها من وقائع الإرباك أحياناً والفشل أحياناً أخرى كانت ولا زال الثورة مؤمنين بالوطن السيد الحر المستقل لا على سبيل الحلم والافتراض فقط هو الوطن الثابت حق دولته الواحدة بحكم أرضها تماماً دون وصاية دون وصاية أي أحد ودون هيمنة أي نزعة ميليشيوية ودون هيمنة سلاح غير ذي شرعية أبداً وبالمناسبة هي كانت ولا زالت ثورة مؤمنين بالله أيضاً وبالمناسبة هي كانت ثورة مؤمنين بالله أيضاً الله ذلك المتعالي على كل الحروب المنذورة على اسمه والجرائم المهدات إليه وأخيراً وأخيراً وليس آخراً وبالمناسبة أخيراً هي كانت هي كانت ولا زالت ثورة مؤمنين بالله أيضاً أخيراً والجرائم المهدات إليه مؤمنين بالنظام العام بجيشٍ واحد بالقانون بالدستور بتكافؤ الفرص بالبناء بالقضاء النزيح بالحرية بالعدالة بالمساواة بالإعمار بالعيش الواحد ببناء الشكل الأرقى للدولة الدولة التي تهتم بشؤون مواطنيها وتعبر عن نفسها في مشروع سياسي ناجح ينتج دولة مؤسسات الدولة التي تحافظ على هويتها المدنية في الثقافة ونسق القيم وحقوق الإنسان وهي ثورة تكفر بكل ضجيج يحدثه كل قاتل جبان يأمر بجلد الآمنين في بيوتهم وثورة تكفر بكل ما وكل من يريد للناس الطيبين للناس الطيبين أن يتحول غب الطلب مهجرين يرمون على عتبات المساجد والكنائس والشوارع والطرقات ليتلوا بعدها أناشيد النصري مغصوبين مكرهين أيها السيدات والسادة في لحظة الحديث عن الثورة والتضحية والأحلام لابد لنا من أن نستذكر شهداء المجازر الإسرائيلية والإتفقان شهداء غزة والمعذبين فيها شهداء سوريا والمعذبين فيها الذين شهداء سوريا والمعذبين فيها الذين يرفضون مصالحة السجان ومماراته وأيضا المعذبين على مساحة الأرض نعم لا غرابة في ذكر شهداء قانا وغزة نعم لا غرابة في ذكر شهداء قانا وغزة ذلك لو أنه ذلك أنه لو قيّض الله تعالى لهم أن ينطق الآن لقالوا بوحدة دمائهم مع شهداء المجازر في حمص وكل سوريا ولرددوا القاتل قاتل لقالوا بوحدة دمائهم مع شهداء المجازر في حمص وكل سوريا ولرددوا القاتل قاتل عدوا كان أم صديقا أم شقيقا عشتم وعاش لبنان شكرا 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 شكرا